حتى لا ننسى وحتى لا تخوننا الذاكرة فما اقترفه الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا تزال شواهده صامدة في وجه الزمن أوجه جرائمه متعددة لا تحصر في أرض اعتبرتها باريس ولاية فرنسية يحق لها فيها ما لا يحق لأهلها ولا يتوقف الأمر على استغلال مقدراتها الطبيعية وإنما وصل الاستهزاء الفرنسي بالشعب الجزائري حد استخدامه كفئران تجارب في أبحاثه النووية وتصابقه مع القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لامتلاك القنبلة النووية في الثالث عشر من فبراير عام الف وتسعمائة وستين كان تاريخ إعطاء الأمر بإطلاق أول قنبلة نووية في ركان وهي أقوى بخمس مرات من قنبلة هيروشيما فيما أطلقت عليه الإليزي جربواز بلو اليربوع الأزرق ثم كانت التجربة الثانية في المنطقة الجبلية أين كربتا من رست الرئيس الفرنسي شاغل ديغول في نهاية خمسينية القرن الماضي أعطى الأمر بتنفيذ تجارب بلاده النووية في الصحراء الجزائرية باعتبارها فضاء جغرافيا شاسعا وقاربا لفرنسا فما بين 1960 و 1966 نفذت فرنسا سبع عشرة تجربة في الجزائر أربع تجارب منها على سطح الأرض وثلاث عشرة أخرى تحت الأرض وذلك في منطقة تيرغان وأين كربتا من رست القنبلة الأولى فيرغان عكست حالة الاعتباطية ترجع إلى قلة خبرة العلماء الفرنسيين بقوة وتداعية تفجير قنبلة تحوي البلوتانيوم فأتى الانفجار يوم الثالث عشر من فبراير بهذه القوة التقرير السري الذي كشفت عنه جريدة لبغيزيان في 2014 أماط اللثام عن خفايا هذه التجربة فاليوم الأول غط الإشعاع محيط 200 كيلومتر فيما كان أقرب القرى في منطقة تيرغان تبعد عنها ب70 كيلومتر فقط وفي اليوم التالي الإشعاع بلغ العاصمة شاديان جامينة وغرب النيجر إلى أن بلغ في اليوم الثالث عشر حدود جزيرة سقلية والسواحلة الإسبانيا جرائم المستعمر السابق للجزائر لم تتوقف عند التجارب وإنما رحل مخلفا وراءه معدات ومواد كيماوية وبيولوجيا قوية الإشعاع في الصحراء الجزائرية بعد أن حولها إلى مقبرة لنفاياته التي تقدم ضجع سكان ركان وتمنرست إلى يومنا حيث تسببت في ظهور أمراض خطيرة وقاتلة في مقدمتها مرض السرطان والعقم والإجهاد وتشوهات في المواليد أو وفاتهم وفسد المنتج الزراعي أو تلوث البيئة وآبار المياه اليوم المجلس الدستوري الفرنسي يريد تعويض جميع ضحايا حرب الجزائر بعد عقود من الإنكار فهل هي صحوة ضمير مفاجئة بعد رفض اعترف كل رؤساء الجمهورية الخامسة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية أم أن دخول إيمانيال مكهون قصر الإليزي بعقلية المصرفي كان لها الأثر الأكبر في اتخاذ هذه الخطوة لا سيما أن التعويضات ربما تبلغ مليارات اليورو في بلد بات يعاني من عجز مزمن في ميزانيته لم يعرفه منذ عقود طويلة فهل المسؤولية أم المصلحة وراء تعويض فرنسا ضحايا الجزائر اشتركوا في القناة